منحييكن من صوت في نيئة اليوم السبت عشرة تشرين الثاني الفين وثلاثة عشرين مرة تانية الناس عايشين على عصابهم شو بدوا يقول السيد حسن نصر الله مرة الماضي دا واخدني التشويق الهوليودي اللي عملوه بافلام الشي رافع اصبعه شي عم يمشي وبالنهاية كان الخطاب على كل المستويات شي تاتير طيب هاللبناني هيدا لاي بدوا ينطر السيد حسن نصر الله ما احترامنا لشخصه ولموقع الديني لاي انا اللبناني بدي انطروا شو بدي يقول تاعرف بلدي لوين رايح بلدي بدوا يروع الحرب او بدوا يروع الحرب باي حق مين وكلوا لهالانسان هيدا حتى لو كان اديس ومكرسته الفاتيكان ورسمينه طوباوي وبعدين اديس مين بيعطي لهذا الديس اذا كان السيد نصر الله اديس وماروني ومكرسه الفاتيكان مين بيعطيه الحق يخدني على الحرب انا اللبناني وياخد معي دولتي ويدمر البلد او لا هيدا يعني تغيرت المفاهيم العسكرية بالعالم ايران غيرت بالبلدين المحتلتها ايران عن طريق اذرعتها غيرت المفاهيم العسكرية والمفاهيم الدستورية اللي العالم الحر مبني عليها بالدولة اللي فيها دستور فيها جيش فيها سلطة تنفيذية فيها سلطة تشريعية فيها سلطة قضائية فيه تدرج فيه قوانين الناس بتحترمها ما حدا بيحقله ياخد بلد على الحرب الا حكامه من خلال المؤسسات الشرعية اللي هي القضائية والتشريعية والتنفيذية وبكل بلد فيه الية نحنا كله الناطرين شو بدي يقول حسن ناصر الله بكرا يا خي شو بدي يقول اللي بدي يقوله هو صدى للي هو بيعترف انه بيشتغل عنده بنا نفهمهم هاو دي وحاجة كذب وحاجة نفاء القضية الفلسطينية مين سلموا لا شو الايران عرب هالايران هني حاملين القضية الفلسطينية او عم بتاجدوا بالقضية الفلسطينية شوفوا شو عم بيصير بغزة ورطوهم لحماس الاسرائيلي عنده الية عسكرية مدمرة عطوا الالية هايدي الحرية انه تدمر في ايراني واحد انقتل بغزة في ايراني واحد انقتل بلبنان في ايراني واحد انقتل باليمن او بالعراق او بسوريا ما في لا لانه الايراني عم بتاجر بهالناس كله عم بتاجر لقضيته وعم بتاجر من خلال ناس مثل السيد حسن ناصر الله ومثل حزبه وبعدين السيد حسن نصر الله اللي نحنا كلنا اليوم ناطرينه شو بدي يقول بكرة ومرت الماضي نطرناه طيب ما هو وبالعلن وبفخر بيقول أنا جندي بجيش ولاية الفقه أنا سلاحي ومالي وكل أوامري هني من إيران وأنا مش بس يعني هو وحزبه مش بس أنا بنفذ أوامر أنا إذا بفكر الولي الفقه عنده أمنية أنا بنفذ له إياها من دون ما يخبرني طيب أنا بأي حق هذا الإنسان بهالتوجه هايدا بهالتبعية هايدا اللي هي ملنة لبنانية أنا مفروض أقبل يقرر مصيري ما أقرر مصير بلدي طيب نرجع لها كل الأمور هايدا مفروض الناس كلها تعرفها وبعدين هو يعني هذا المقاوم اللي مسميه مقاوم مين وكله يقاوم هو ما حدا هو مخالف للدستور مخالف للقانون مخالف لكل الاتزامات اللي لبنان ملتزم فيها دوليا وإقليميا مخالف لقانون الجامعة العربية للأمم المتحدة ما في قانون بالدني بيتعلق بلبنان وبدولة لبنان إلا ما هو مخالفه وبعدين والأهم من هايدا مين قال إنه لبنان دولة إسلامية مع احترامنا ومحبتنا لكل إنسان مسلم بلبنان وبغير لبنان مقاومته اسمه المقاومة الإسلامية بلبنان وكل إنسان عم ينقتل إن كان بسوريا أو باليمن أو بالعراق وهلأ حوالي 75 شخص يا حرام شاب من أحلى الشباب نقتل بجنوب شو عم بتكون النعو اللي عم تنزل شو عم بتكون عم بتكون إنه هيدا الإنسان استشهد دفاعا عن لبنان وعن دستوره وعن حريته وعن القانون اللي فيه وعن اللبنانيين أبدا عم بيتقول البيانات وبكل وضوح وعلنا إنه هيدا استشهد هو عم بيقوم بيواجهه بيواجبه الجهادة لبنان ما إنه دولة إسلامية تيكون القانون فيه بيسمح للسلطات إنه تجند شباب لبنانيين تيستشهدوا بمعارك جهادية يعني الجهاد هيدا ما إلو علاقة بالقانون اللبناني لبنان ما إنه دولة إسلامية وبالتالي هل الشباب هاودي اللي عم يقتلن حسن ناصر الله عم يقتلن إيران اللي عم يقتلن هل 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 تقتلن هالتبعية لإيران هيدا هاودي الشباب هاودي عندهم أهل هاودي بدوا ييجي يوم بعد هاودي أهلون لما بينرفع عنهم الضغط وبتنرفع عنهم الإرهاب هاودي بدون يحاكموا اللي ودوا أولادهم على الموت طيب بغزي الفلسطيني عم بيحارب إن كنا مع حماس أو ضد حماس ونحن ضد حماس لأنه حماس هي مثل حزب الله منظمة جهادية وهي اسمها كمان مسمية الجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية ما في شي اسمه فلسطين وبالتالي هو حر بحماس عم بيحارب ببلده بس نحن شو دخلنا اللبنانيين حتى نعمل حرب جهادية ضد إسرائيل طيب بيقولوا إسرائيل كل يوم عم تقتدي على لبنان كيف لو إسرائيل عم تقتدي على لبنان كل يوم القيادات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية وكل اللي مهتمين بهالشأن هذا وهو الشتاين اللي إجا على لبنان كلهم بيقولوا إسرائيل ما بدي حارب بلبنان حزب الله ومتل ما قال السيد بخطابه الأخير هو دخل بالحارب بثماني الشهر مش إسرائيل اللي شنت حارب لبنان ومش إسرائيل اللي عم تدي على لبنان حزب الله اللي عم يعتدي على إسرائيل ونحن علاقتنا مع دولة إسرائيل في عنا قوانين وعنا قرارات الأمم المتحدة في عنا قرار الهدنة من 1148 وعنا كل القرارات الباقية اللي بتحط بأول القرار الهدنة بأوله ما في شيء اسمه شرعي لحزب الله حزب الله ما أنه مقاومة لبنانية ولا مقاومة عربية حزب الله طبقا للقوانين اللبنانية والدولية عصابة مسلحة من الأشرار هذا دستول اللبناني وبالتالي كل اللي بده يقوله مش مفروض حدا ياخده بعين الاعتبار لأنه ما بيقول أي شيء من كونه لبناني هو مجرد صدى مجرد صدى وإذا هيك بنستعمل شوي مفردات آسي من أول هو صنج وبوء فقط لغير بيعطي صدى للي الإيراني بيوجه له بالخطاب الماضي كان صدى للخارجية الإيرانية ووزير خارجية تالهيان اللي كانوا عم بيقول هو والولي الفقه وكل قياديين أنهم لم يقلون علاقة بحماس وهم لم يعرفوا بليش عملته حماس وهم لم يخبرون وهيك نفس الشي عمل الصدى السيد ناصر الله الآن اللهيان اللي بيخوف أنه هذا اللهيان الآن عم بيهدد عم بيقول توسعت الحرب وهلأ صار فيه ضرورة أنه تتغير الستراتيجيات لا الله يستر بكرة كمان لأنه صدى لإيران أنه يورت لبنان واللبنانيين بحرب رح بتكون حرب مدمرة الإسرائيلي عم بيهدد كل يوم عم بيقول أنتوا بلبنان ما تتدخلوا شوفوا شو عم بيصير بغزة إذا تدخلتوا بنا نرجعكم للقرون الحجرية ونحنا بالواقع نحنا بالقرون الحجرية ومش بحاجة إلى هو يرجعنا ما كتر خيره السيد ناصر الله ومحوره رجعونا لابنوكي ولا مدارس ولا مؤسسات ولا حدود ولا ماي ولا كهربا ولا أي شي موجود بالبلد ولا نظام ولا إشارة سير بتشتغل شوفوا وين بدي يرجعنا الإسرائيلي وهذا الإسرائيلي نفس الشي هذا الإسرائيلي المفروض وبيعرف أنه اللبنانية بأكتريتهم ضد حزب الله مفروض إذا فعلا الإسرائيلي منو شريك للإيراني بكل اللي عم بيصير ومنو شريك لحزب الله مفروض يقول إحنا إذا بنا نضرب نضرب حزب الله مش نضرب لبنان شو دخل اللبنانية ما اللبنانية عم بيعانوا من حزب الله من من السنين حزب الله حاكم لبنان والحكومة الموجودة بلبنان بتنفذ له وكل المؤسسات بالدولة صارت بتنفذ له أوامره واللي ما بالدنيا بيقتلوا بيغتلوا بيخونوا نرجع بالنهاية لموضوعنا الأساسي شو ممكن يقول الجرس الجرس ما بيقول شي اللي عم بيدقه من تحت هو اللي بيخليه يعطي الصوت شو ممكن يقول البوق ولا شي إلا اللي بينفخ فيه شو بيقول الصنج ولا شي إلا اللي بيدق عليه وهيك للأسف هالشخصية اللبنانية اللي معروفة بالعالم كله اليوم السيد حسن نصر الله المفوه بالكلام اللي أكيد أكيد عنده شعبية وفي ناس كتير بتتابعه هيدا الإنسان رغم كل هالهالة هيدا للأسف صنج للأسف هو صدى لنظام إيران وكل اللي عم يعملوا إنه بينفذ المشروع الإيراني قداش الشباب اللي صار متسبب حزبه بوفاته بسوريا بحدود 3500 بالألف وسب بالألفين وستة بحدود الالف وخمسمية كانوا ضحايا ومنهم يمكن بحدود الاربعمية خمسمية من مقاتلينه واليوم رحي أربع المية كم يوم بأربع المية تبهودي الشباب مشان شو عم بيموتوا عم بيموتوا ع طريق الإدس أي طريق هيدا طريق الإدس نحنا ما شفناها إلا راحت عجونة وراحت على مخيم اليارموك بالشام وراحت على عدن على اليمن وراحت على العراق وراحت على الكويت وراحت على الأرجنتين ولا مرة هيدا الطريق اللي هني بيقولوا طريق الإدس كان الإيراني شايفها صوب الإدس هيدا الطريق وهيدا الشعارات متل ما كل الأنظمة العربية استعملتها لقهر شعوبة ولمانع الديمقراطية ولي قتل كل حر عنده ضمير ووجدين منقول بالنهاية حزب الله منه لبناني صحيح أحفراده لبنانيين ولكن هذا الحزب ومتل ما السيد بيقولوا ومتل ما قوق بيقولوا ومتل ما كل المسؤولين بحزب الله بيقولوا هني مقاومة إسلامية بلبنان ويقال لي عم ينقتلوا بحروبهم هني استشهدوا وهني بمهمات جهادية طيب أنا المسيحي المنفتح على العالم كله شو شو العلاقة أنا بشخص عم بيروح بيستشهد كرمال قضية جهادية بالنهاية بتنقلب على المسيح وعلى غير المسيح وبالتالي السيد ناصر الله شو ما قال بكرة ما قلوا أي كلمة ما قلوا أي مصداعية ومش مفروض حدا أبدا يهتم باللي بيقولوا المفروض إذا فيه حدا باللبنان قياديين وما فيه باللبنان للأسف بالوقت الحاضر قياديين مفروض يرفعوا الأمر لكل المراجع الدولية ويقولوا بكل وضوح أنه حزب الله محتل لبنان وهودي اللي بيقولوا أنه حزب الله حرر الجنوب هودي جماعة ذميين حرر الجنوب سنة الألفين من مين حرروا من أهله بعد أن خمس تلاف لبناني موجودين بإسرائيل وخارج لبنان ممنوع يفوتوا من مين حرروا وهيدا الكلام هايكي الشعبوي والخشبي الإسرائيل انسحبت من الجنوب سنة الألفين باتفاق إيراني أوروبي مصري أردني وما فيه مرجع بأرخ إلا ما حط هالوقائع هيدا إذن من هون حزب الله منه آنوني منه شرعي منه مقاومي منه لبناني بكل ما بيقوم فيه وبالتالي السيد حسن ناصر الله ما بيحقله وما حدا وكله انه يحارب إسرائيل وما حدا وكله انه يورط لبنان بحرب وبالتالي كل اللي بد يقوله بكرة ما إلو أي قيمة ما إلو أي مصداقية هل بد يقوله بد يكون صدى للإيراني فيا قادة لبنان يا شعب لبنان بيكفي اشهدوا للحق وللحقيقة حزب الله بدكون تقوله ما حرر الجنوب حزب الله محتل لبنان حزب الله منه لبناني منه مؤمن بالشراكة اللبنانية لأنه حزب جهادي حزب إيراني فارسي وهو الحزب نفسه بكل بكل مرجعياته من وقت ما تأسس لهلأ هيده هي هيده هو خطابه هيده هي ثقافته نشكر إصغاءكم واللي عم بيتابعنا نطلب منه انه يشترك بهالقناة حتى نظل نقدر نكمل نوصل للرسائل وبطريقة تكون أفضل بالنسبة الى الوسائل اللي منسجل فيها واللي بيحب يتابع أخبار لبنان على موقعنا دايما كل يوم في نشرة أخبار عربي وإنجليزي وعنوان الموقع عنا رح منحط العنوان دايما يعني الرابط مع هالفيديو هو كتير بسيط الياس بيجاني نيوز كلمة واحدة الياس بيجاني نيوز دوت كام وشكرا للمتابعة وشكرا لكل الجهد اللي عم تعملو تنظل نحن وياكن رفعين الصوت وصوتنا لازم يضل عالي لأنه صوت الحق لأنه صوت الحرية لأنه صوت الكرامي لأنه صوت لبنان هالبلد المقدس اللي مش مفروض أبدا نسمح لحدا إنه يدنسوا ويدمروا ويتسبب بخارابوا منحييكن